موسيقى السلام عليكم على الرغم من أن الجزائر تزخر بإمكانية زراعية وفلاحية جبارة إلا أن غلاء الأسعار في الكثير من المواد الفلاحية حال دون تمتع الجزائرين بهذه الخيرات فبعدما تجاوز سعر كيلو البطاطا الواحد 75 دينارا في غالبية الأسواق والطماطم 160 دينارا والفصلياء 200 دينار ها هي الثوم تحمل حقيبتها وتقول لأخوتها من المواد الفلاحية الأخرى إلى اللقاء فمكاني ليس هنا بينكم وبينما تتقذف الأطراف الفاعلة في هذه الحلقة المسؤولية فيما بينها يبقى المواطن البسيط هو من يدفع الثمن بمفرده فمن يتحمل مسؤولية هذا الغلاء الفاحش؟ وإلى متى ستبقى نار الأسعار تلفح جيب هذا المواطن الصبور؟ غلاء أسعار المواد الاستهلاكية؟ جشع التجار والمضاربين أم تقصير من طرف الحكومة؟ محور المرصد الاقتصادي في عدده الجديد؟ فأهلا وسهلا بكم لهيب في أسعار الخضر والفواكه وحتى البقوليات محور المواد الاستهلاكات التي هي المحور الموجودة فيها المغربين في القدرة عندما يرى البحثت في العدد من تقذف البحث من أنظر هذه المغربين ليست مرادة في بعض الأستخدام ويستمر بحثت أكونهم؟ 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 وأكونهم؟ 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 وأكونك في وجه من المشارة في في الدرسالة؟ ومعين أتحدى في البيض؟ ندور 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 3-4 علاجين لنرى المكتب عندما تتوجه الهم من سميغا 1 مليون و 800 وماذا أن تعلمين؟ لدينا درد لا تستطيعون درد لا تستطيعون الخطرة غالية فاتحجلة المراقبة لا تستطيعون لا يبن غير مبرر مسؤولية منا بالمقابل يفسر الخبراء هذه الزيادة بقانون العرض والطلب والتأثر بتغيرات السوق الدولية هكذا في كل مرة يفرض على المستهلك دفع فاتورة الزيادة في أسعار خيالية أهلا بكم مشاهدينا من جديد أيضا أرحب بضيوفي هنا في الستوديو السيدة مصطفى عشر ممثل عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين أهلا بك سيدي أيضا أرحب بريادة جدار ممثل عن الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد أو الجمعية الوطنية لحماية وإرشاد المستهل أم بك سيد لو بدأت معك سيدة ريادة جدار خمسة أيام منذ أن احتفل المستهلك الجزائري كما غيره من المستهلكين باليوم العالمي للمستهلك الذي أقرته الأمم المتحدة ومن جملة بنود هذا الاتفاق الحق في تلبية الحاجيات الأساسية هل ترى فعلا اليوم أن المستهلك الجزائري يلبي حاجيته الأساسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا المستهلك في 15 مارس 2017 في المرضمة الجزائرية المستهلك دارت كذلك دارت محاضرة في جميع الزائر ثلاثة وهذا كان عنوان تحا هو حق المستهلك من الرقمنا نحن الآن لم نصلنا معناها الرقمنا عند الجزائريين ملحقنا لهاش نحن في المواد الأساسية المواد الأساسية اللي راهي عندها طلب كبير وغلاء كبير في هذه الفترة الشعار المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك هو حماية المستهلك وعطائه له حقوقه لماذا؟ لأن الأسعار الأساسية المواد الأساسية راهي عندها مضاربة كبيرة خاصة في هذه الأيام بعد قرار قانون المالية 2017 مباشرة ارتفاع فاحش في جميع المواد الأساسية ما هو نكلم عن المواد الكاميرية نهضروا على المواد الأساسية راهي الإنسان البسيط راه ما يقدرش أو ديما يشكينا أو ما يقدرش يختني البطاطا والثوم والمواد الأساسية البقوليات هذه المواد الأساسية لعندها وسع سرعي المستهلك الجزائري لا يتمتع بهذا الحق حق تربيت الحاجيات الأساسية وان نحن ندرك نصله الرقم الأساسية أو الشعب الجزائري راهي جوع حقيقة في 2007 راحي جوع للشعب الجزائري لأن البطاطا تحت 8000 والثوم التي وصلت لسعر غير خيالي والبقوليات التي راهي في ارتفاع دي دينار كل نهار دي دينار دي دينار دي دينار وصلت الروزة ب11 ميل لوبيا ب13 ألف البقوليات كاملة تافعت وكل واحد عنده تبرير أنتم كجمعية وطنية لحماية المستهلك من تحملنا المسؤولية في كل هذا نرى هناك عدة جوانب نرى بعض الأخطاء التي توقع فيها وزارة الفلاحة وزارة التجارة تحدية التجار يقع فيها ضاحية لأنهم يختاني ويختاني 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 الخضر ويختاني الخضر ما جاش اليوم يبيع الخضراء عنده سنوات ويخدم من 62 ويخدم الخضراء الهواء مش تعري بهذا اللي بدأت صغار له بدأت تقلال ما يقدر هو يغطي حليله حتى التاجر بعدها أنا نشو على بنا باللي التاجر صديق المستهلك ما هو عدو المستهلك راه عنده كارني تعكريدي راه يعاني حتى هو بني من من الآخر تشوف تقارير وزارة التجارة حكم في الغرف التبريد أطنان وأطنان تعباط كل المواد تخزن لأنه عندهم أموال تحكم في المفاصل تحكم ما يتحكم اليوم عندهم سنوات وما يتحكم ضبطت السوق ضبطت الكميات التهريب توقف خرجت المافيا لأنها واحد ليعظم في الربح وما في نهار يطلع 100 مليون 100 مليون ربح لا يمكن غدوات أن نحيل هذه 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 ربما سنستفيد سيد رياد في هذه النقطة بعد قليل لو أعود إليك سيد عشور الكثير من الأطراف توجه الاتهام مباشرة للتجار يعني تقول أن جشع التاجر هو ما أدى إلى هذه الطفرة النوعية يعني في غلاء الأسعار كيف تردون على هذه اتهمات بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم شكركم على الدعوة مرحبا بك ما عليش هذا رأي هذا مجرد رأي خليه هذا رأي الواقع شيء واحد آخر هذا الناس اللي يقول التجار والجشع من التاجر التاجر الحقيقي اللي عنده محل ويحمله السجل التجاري إما الناس اللي رأي التاجر ما عنده لاسجل التجاري ما عنده محل أنا ما نسميش تاجر نسميك ما تحب أنا قلت خطرة حتى الصحافة تقولوا واحد تاجر مخضيرات أنا جبل ربما كان مرويجي المخضيرات ما نطولوش اسم تاجر مخضيرات قبضوا تاجر مخضيرات في ولاية ما حتى الأسم هذا ما ينطبقش عليه حرم باش نقول له التاجر هذا هذا رأي مجتمع كل واحد وش يقول وش يحب احنا كي ولي عرف دور المونداتير ما هو دور وين يبدأ وين يخلاص ودور الفلاح وين يبدأ وخلاص والديطايق وين يبدأ وين يخلاص والأسعار من ولاية ما العاصمة الولاية ما الولاية ما الأسعار ما كيف كيف والمنتوج ما وش كيف كيف في السوق والسوق الجملة للأسف الشديد أغلبية الجزائرين ما عفوش سوق جملة ما عفوش بلي السوق جملة فيه بورسة والمنتاتير إلا حلقة من البورسة هذي هو اللي دي البورسة هذي والبورسة هذي ما شيقة يعني البيع بريضاء شافاوين ما اللي يجي يشري من الشرق ولا من الغرب ولا من الجنوب ولا من الوسط أنا ما رحش نقوله دعلي البطاطة بس أنت تحمل المستهلك الجزائري ولو بصفة غير مباشرة جزء من المسؤولية ما يش نقول المستهلك لما يديش البطاطة أنا جيت عندي شاحنة ندي البطو قال صطيف ولا العنابة ولا أخرج للأدرار ولا أخرج للغرب ويدي من توجمة يجي تجي يجي خليه يا أخويا ما تديش ما نخدمش أنا عنادي كاميونير هم حابسين هم عنادي موندات هم غالقين كانوا يخدموا غير الفاكية هم غالقين هم غالقين ما مش عندهم مدوك شهر ونص ولا شهرين ما كانوا يحتخدم ما يخدم جيد كاميون جينا وجيدين بكاميون دي تونتع جينا وفي ولاما ويجوقع كوامن ما لدوك لا سمكين هدو هدو شوية نفهمه بزر بنا نبقى ونظلوا في الأمور ونغلطوا تفسيرتكم أنتم نسمحل اسمهل نبقى ونغلطوا ونكيماشي ناس ويحضروا وزارة الفلاحة أنا قلت يوم الخميس قلت باللي وزارة الفلاحة خدمت ما عليها فلاحين طاهم الترفت سبعة وثمانين إلى يومين هذا بدون مقابل يعني مأبالة غرمزية اللي هيكتار اللي خلصواها وكان اللي من السبعة وثمانين ما خلصوش حتى ميل من اللي ما خلصوش للدولة طاهم الدعم هكذا طاهم غرف التبريد طاهم كل شي ويش ننتقل الفلاح هو اللي يخدم هكذا ميكي نهضو على الفلاح على حقوق وعلى واجبات ما نتهموش الفلاح نتهموه بالك في أمور لأنه كان أمور صح وكان أمور ماشي صح حنا الفلاح لازم يخدم عندو تكاليف تاع المنتوج تاع الهيكتار بطاطا ولا منتوج ماء ولا بورتوقال ولا دوكي للقدرة الشرائية تاع المواطن ضعيفة والسيدة تقامل الفلاح البطاطا على رياس سيزون نطيكا لا سيزون الموسمية البطاطا وغير الموسمية حتى في الإنتاج في الموسمية نجم نغرس قنطار بطاطا يجب لي 20 قنطار والأخر نغرس قنطار بطاطا يجب لي خمس قنطار نعم فكتشوف صحيح تشوف يعني فرق كبير هناك فرق يعني بين المواد الموسمية والغير موسمية ونهضوا على البويت البلاستيكية نعم تتاكول اللوبيا في ماجونفي ولا في فريي في بيت بلاستيك تاكولها بستة الاف ولا بسبعة الاف ولا تاكول البتنجال بلا وقت ولا القرعة يا أخي نهضوا نحن كنهضوا لازم نهضوا نهضوا من أجل نهضوا وزارة التجارة ووزارة الفلاحة أنا أنا ماني عدلة ماني محكمة ربما ليس هذا موضوعنا سيد عاشر نعم نتهم نحتى واحد نحن نهضرنا الواقع نعم التفسيرات التفسيراتكم أنتم كتجار في السابق لم تكن هذه هي التفسيرات يعني ربما في السابق كنتم أرجعتم الأسباب في غلاء مادة البطاطة مثلا إلى سوء الأحوال الجوية افترابات الأحوال الجوية لكن شاهدنا استقرارا في الأحوال الجوية ومازالت الأسعار باهظة في مادة البطاطة على سبيل المثال عندك الحق نعم أنا عندك الحق خطر إذا كانت سنسلة من أيام أسبوع أو عشرة أيام من الأمطار هكذا البطاطة بشيتها الصيف تشتوها كالاستوك 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 مقابل الناس اللي يقعوا البطاطة من اللي والاستوك البطاطة قبل مشتك كان دير 25 دينار في الجملة 30 دينار نعم كالاستوك تشتوها كالاستوك نقص البطاطة اللي رمي يقلعوا فيها بقى غير ستوك شكو اللي راي بيع البطاطة فلاح ولا المونداتير ها فلاح جاب اللي رب اللي بيع البطاطة النصر مغالطين يقول لك المونداتير نعم لابوس ديفالير وين تندير عند الفلاح عندهم مقاهي عندهم صامة صيرة كالاستوك كالاستوك روالو تشوف العين ديفلا ولا المعسكر ولا المغنية ولا مستغالم ولا وين كاين البطاطة كاينة مقاهي وفيما تندير البورسة بكري الصح الفلاح يجب المنتوج تعودين للمونداتير هل أفهم يعني اسمح لي هل أفهم يعني اسمح لي هنا تنبورس ديفالير دون المرشيدو غرو متنون البورس ديفالير البورسة ما يشتندير في سوق الجملة هل تتدير وينك المحصول كإنسا ما صيرا هل أفهم يعني أنه هذا اتهام جديد هذا ما هو شي جديد ولا مغطي من الناس اللي مشي في الميدان ما تعرفوش مركزة مكاد تمشي معي كصحافي تمشي سيفيل لديك أي منتوج ما في ولاية ما وتشوف التراكسون كوميرشال تحهم كيف ينبع شوف التجارة كيف دائرة يعني يجي فلاح ولا يجي منضاتير ولا يجي ما عندوش ريس كومير أي واحد يجي الحق ليطلو كيدون أنسو دي بليس سيد رياد لو عدتو إليك هل توافق السيد عاشر في هذا الطرق شوف أنا وفقه وصح هذه حقيقة كينة منها كينة بلي كينة كينة ما صير بصحي على بلك وحنا كمنظمة جزائرية لحماية وإرشاد المساركة رحنا عند الفلاح وشفنا الفلاح وقلنا له بلي علىه تبيع البطاطا تبيع البطاطا وهي مزيد في الأرض ويبلك يبيع حرام واحد يبيع الحوت في البحر ما يبيعه على بلك بلي حتى الفلاح عنده أسبابه حتى هو على بلك بلي الفلاح عنده مشاكل حتى هو صحية لولاده عنده مشاكل حتى هو يستغلها المافيا عنده الأموال تلبو ذور يمو الحرطاء هذا كامل الفلاح يخاف من البنكة يخاف من الضرائب يخاف من هذا لكن هذا لا يقوم برر للمدربة على بك وشهد الفلاح يوصل الوقت يجي المافيا ينتهز هذا الفرص عنده كما قل لك بورصة صح بورصة كينا هنا بورصة في المقاهي يوصل عنده يعتيله قروض يمدله قرض بدون فائدة يقول له هاي تحتاج عشرين مليون ثلاثين مليون ربعين مليون بالصحي وش اللي قاعد تزرعوا وش اللي رأوا في الأرض أو تاعي قبل ما ينتج وصح وكينا منها كما قل لك وقفتم على هضروح قبل هضرنا عليها وقلنا هذه الحقيقة كينا هذه الحقيقة هذه موجودة هذه هي الحقيقة الفلاح يخاف من الضرائب يخاف من البنوك يخاف من أنا ما كانش توعية ما كانش واحد يوعي الفلاح يقول له باللي رأي ممنوح هذه ما كانش إرشادات تبعي توصل لمباشرة أو صح كينا سياسة ونثمنوها تاع اللي قامت بها الجديد الفلاحي الريفي اللي قامت بها وزارة الفلاحة بصح هذا المشكل هذا اللي وش يوقع المافيا راح تذيرت بورصة غير شرعية في المقاهي يتبع وكانت عندي حساب يوم على المباشر في قناة إذاعية تصل بنا واحد قالنا بليراني نشري البطاطا نشريها ما زالت ما تقلعت من عند هابت الواتسوف ونشريها من عند سيد وسيد ما زال ما كملاك وتفانت معه بالتليفون ولا تتمشي بالهاتف بالهاتف النقال وتصمص تضربت بورصة غير شرعية ولهذا وين نقص الخطر اللي وصلنا في الاقتصاد أننا ممنوع أننا حاجة المضاربة ووصلت تحتفل المواد الأساسية بالسميد الحليب كامل ولو يتبعوا قبل ما يخرجوا من اللوزين لأن الناس عندها مافيا عندها دراهم تخرج تشري منها تعطي قروض الفلاحين بدون فوايا تعطي لهم في الخفاء تقول يعطي لهم الفلاحين يستغلوا الظروف ويشري لهم وعنده تبريرات يقول لك باللي أنا أكون على باركم القوانين الضرائي يريد تغير كل سنة كذلك البنك والفلاح البنك لا يخاف عند قرض الرافية دائما الفلاح يخاف من القرض يخاف من السياسة والدخية يقول لك حرام شريعة يروح يشكون يروح عند المافيا يروح يشري عليه الخضراء قبل الميجي قبل الميدي توجد ويشري عليه المنتوج كامل ويتحكم في السوق ويبيح ها بالسيو وما ليحبها هو هكو تشوفوا غرفة تبريد لقينا فيها أطنان وأطنان من الأخو لأن غرفة تبريد لم توجه لحقها لم توجه للفلاحين وجهت لشكون مافيا عندها تعظيم الربح ونجحت هاي تشوفوا البطاطا وصبحت ذلك ووزارة الفلاحة ووزارة كل مرة تطفي في مادة معينة البطاطا ونذهب الثوم ونذهب لم نطلع للكماليات أرانا غير في الضروريات يعني الفلاح على حسب قولك هو المسؤول المباشر على هذه الزيادة في الأسعار التاجر لا يتحمل جزء من المسؤولية هما يتحملوا المسؤولية كيف يتحمل التاجر المسؤولية هو البنية التحتية تعول أساسية لازم تقدم عند الفلاح وتصغير الفلاح وتعرف المشاكل تعول أساسية الفلاح لا يقبل بالضراء لا يقبل بالفوت لا يقبل بالأخو نرى على الأسباب لكي نعطي لهم فراضية يقدروا ينجحوا لكي نعمل الفلاح بين الفلاح ووزارة الفلاح كين ديما ثغراء بين التاجر وبين ديما كين ثغراء هذه الفجوة تخلق على الأقل نعائج النقاط الأساسية ووشي هي نشو الفلاح كيف نأمنوه اجتماعيا كيف نوصلوله باللي أنه يقوم بفوترة ما باع كيف نعرف الكاميات اللي تخرج للسوق الجملة نقنعوه باللي أنه يدخل للسوق الجملة ويبيع ما يبيعش المافيا هذا هذا المافيا هذا اللي يبيع في الخضرة أو تحكم في كل المواد أو قنعوه ويبيع أو نفس الفلاح آخر يبيع مادة أخرى لأن الفلاح لا يستهلك على ذكر الفوضرة لو سمحت في الجمعية قد قلتم أن التجار عدم عملهم بنظام الفوضرة والوصول طالما لا يعملون بهذا النظام سيبقى الخلل وسيبقى على ما هي ربما أتوجه هنا بالسؤال السيد عاشور سيد عاشور أنتم التجار تتحفظون كثيرا على العمل بنظام الفوضرة تتحفظون هناك العديد من التجار لا يعملون بهذا النظام نعرف النوعيا نعرف الطوناش هنالي مكاش غايبة غايبة قاع في الجزائر مكاش هنالي في السوق الجملة قبل أن ندخلوا قلت لك واسمت نيقوصا يعني لديه سيدي من خاشلة قال ليش حد بيع لي مئة شينة قال لي 8000 قال لي 7500 7600 بيع له بيه ثانداشة ويربح هدا مكان مقابل داخل السوق الجملة مئات شاحنات مئات العربات يدخلوا يحبسوا الداخل السوق يبيعوا ما دير فاتورة ما يخلص لإزامبو ما يخلص لكازنوس ووزارة التجارة تقول أنا ما رقبوش لأنه ما عندوش لسكومرس كيف يجب بلد السوق هاو القانون وش يقولتها وزارة التجارة سوق جملة مربعات وممنوع بيبيعو الناس ها هو القانون واضحها ها ما هو القانون بالعربية وبالفرنسية واضحين تتقول لي هكذا وانا شكن يحميني كمونداتين انا فانضح ايا يا اقي انا علي حقوق ولي واجيبات احميني يطبق لك الفاتورة وخلص لي زيبون ونجد كل شيء سبحان الله كيف نهدو لازم نهدو حلا من السبعة وتسعين وانا نهدو على الشي هذا مش يومي نهد من السبعة وتسعين وانا هدو تنظيم أسواق الجملة يقول انهم يعملون بنظام الفوترة سيد رياد ربما انتم تحدى رأس اتهاماتكم انه التجار لا يعملون بنظام الفوترة لا هو الحلقة الاساسية تاع الفوترة مغير موجودة وان هي عند الفلاح بين الفلاح وبين هو كان قال لك نقطاتين اساسيتين وحتى تركز عليهم وشهية قال لك البيع بالفربلمو معناها بيع ما يكونش شفاوي ماهوش مو بأنا هذا هذا عبارة عن مخالفة لماذا لمنها ماهوش مدونة في الفلاح اول ثاني حاجة وشهية البيع بين الفلاح الفلاح اللي بيع للتاجر خاصة التجار يبيع لهم قبل ما يوجد الفوترات وبعد الفوترات وهذه تتم بعد البيع بعد ما يتباع له بعد يدلوا فترة ما يتفهموش من الخبل ما يكانش وخاصة في المواد الاساسية المواد الاساسية هذه لازم تهمش فيها الربح أو الهوام مشتعى الربح مدام أنا عندي وزارة فلاحة وما على باليش وش كاين في السوق الجملة وش حاله وش ينتج وش كلمية اللي رح ينتج هالفلاح هذا خاطر هذا متقدر إذن كان تصبح الوزارة الفلاحة تصبح وندي رجعو لها إي بومبي حماية مدنية نرجعوها الطفي في النار في كل خيخة لماذا 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 لن عندها ما عندها استراتيجية طاويلة المادا تعرف ش حاله فلاحة الكمية وين السوق رح يتوجه رح يبيع له باش تعرف كمية وين ينتقلو هذ هي اللي نازم تكون في الاختصاد العالمي اللي نازم يكون عليها كما قال لك الخلل كين هذا هو الخلل الخلل ما كانش تنظيم تاع اسواق بين الكميات اللي بيحمل باش نعرف وضركة التاجر ايكس ولا ايكراك ش حال تدار الكمية ش حال دار الكمية باشتغدون نحاسب ونقولوا ورح الكمية احت غرفة تبريد ادبعتها ادرتها هذه هي اللي نحتاجوها ما هوش هذي كخلاص ش ريت عليه ش حال الكمية لا مبعدها الفاتورة تعتم لا لازم الفاتورة تعتم آنيا عندما اقتنى الفلاح مباشرة عندما وجي يوجد الخضرة تعتم يقتنع له يدلوا فاتورة ويعطلوا فيها حجم الكمية ش حال طن ش حال هذا هذا هو اللي نعرفه الفاتورة تعتم صح تعتم خاصة عند التجار اللي يراهم يمشيوا في النظام معناها لازم يكون نسجيل تجار لازم يحتوى لازم يكون عنده لازم يخدم بالليفاكتير عقد وصبح يكون يبيع وتحوي يزيل عنده لاخو ميقاش عنده لليفاكتير الخالي لين الخالي لازم يكون قبل لازم الفاتورة لازم تعد وتعتم اعدادها قبل باش تعرف وتكون عندها نسخة وزارة تجار يعني في هذه الحلقة بالذات هنا يتم تلعب الأسعار لأن وزارة الفلاحة لا يكون لديها مكتب مباشر في الأسواق الجملة وتعرف كيف حل الكمية لتغطيها بأسواق أخرى بتنسيق هذا نقص كما تكون هذه لا يكون لديها صح في الفاتورة إزامية عند وزار تجار ولا نعرف الكميات الموجودة في السوق بهذه التاريخ نعرف الكميات في الأقتصاد العالمية كاملة وزارة التجار وجدت تنظيم وليس فقط تنظيم فهو معرفة الحجم الكميات الموجودة في السوق ربما سنستفيد في هذه النقطة ودور المصالح الوزارية في حماية المستهلك لكن قبل ذلك نتوقف عند هذا الفاصل الإشهري ثم نعود بعد قليل أهلا بكم مشاهدين من جديد سيد مصطفى عشور لو توجهت إليك بالسؤال أنتم كنتم قد شجعتم قرار وزارة التجارة بالحد أو بالحد نعم من فاتورة الاستيراد في بعض المواد الاستهلاكية ربما هذا ضر بشكل مباشر أو غير مباشر بالمستهلك الجزائري يعني أنتم توافقون الحكومة ربما على قرارات قد تضر بالمستهلك الجزائري كيف تفسيرون هذا ما شعرون ما وفقناهم في السوق يتحملوا مسؤولتهم مكنش خالل اللي دار شي هذا وما شاور كنصوم دي مونداتير ولا التحادية ولا وش كيف الأسواق وش يكون ولا ما يكونش هذه قضية وزارة التجارة وقضية الدولة عندها مداخل تحدد اللي بورتاتير شكون باش تصفي رواشتها اللي مونداتير شكل يخدم وشكل يكري يزكو هذا ما ندخله في الهديطايا هذا هذه وزارة تجارة هذه مهمتها أنا قلت ناس قالوا باللي اتهم أنا قلت وزارة التجارة تخدم في خدمتها ما ندخل في خدمة وزارة يلا عيطول وستاشار ونحن ما عيط ليش أنا اليوم نحن مسؤول لي كالإنتاج ما تلحق المئتين ألف أنا مان مش مسؤول لها البن اللي تفح ثمان ألف أنا مان مش أنا مش يوثني ما ترأي مش يوثني إيجابيتها لك وإلبس البيت هي لك أنا قلت لك حاجة حبي تنفهم الأستاذ وراء أستاذ جامعي وشاب بخطو أخري يدي فكرة أنا حبي يدي فكرة معلش نلقو الشي في النهر اللي ما نلقو الشي فالبح هو قرأ في جامعة وعند علم بسأ لا الحق يمشي للحق سيدانزو عندو عشق طار التفاح الفلاح ما عندو لومبالاج ما عندو فريقو ما عندو والو هكذا ورح سيد شرعلي وحطوه في فريقو لعيب ماشي عبارة الناس ما تشيريش ما تحوش حنا إلا طار بيغلى وقلنا ألف خطأ طينا غور في التبريد للفلاحين عاوناهم إلا ربي طينا غلى 6 شهر أو 7 شهر ماشي لازم فشار ذاك ناكلوها ولا نرموها ضيع ديروه في غورف التبريد سأغل اسمح لي اسمح لي كملك الفكرة وبعد نطي حلا غورف التبريد قلنا ما نديرو مش اللي احتيكار ديت منتوج ما في غورف التبريد فتح تبيع دارة البورسة بخمسة ألابيع دارة بستة ألابيع دارة بعشرة ألابيع ما تغلقش البيبيع أصباحة غورف التبريد يعني تساهم في المضاربة أو الاحتكار يا أخي يا ريضا ميرك يا ناس مش اللي ناس لا كيف كيف لا 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 تسمح لي أنا نتحدى قاعد الناس اللي يقول لك وصحاب غورف التبريد دم يحتكروا أنا قلت لك اللي يحتكر يشري منتوج قال لنا نشري منتوج غيرا نشوف السوق ونحتكر باش نبيعوا بسوما غاليا بسع اللي يخدم تاجر على طول السنة بالغورف التبريد يشري منتوج منتوج التفاح ويحط في القوات وعندو ويبيع في السوق حقه قانونيا ولا أي حاجة حقه صندر وابسولي دوك تكي نشوف إحنا البطاطا تعدولة في بومرجلس قالوا له حتى الأفريل بتبيعها هذه بطاطا تعدولة الأفريل توجي تعمستغلم تعلها سيزا أسعار تنخفض توقعنا البطاطا بتسعالاف ولا ثمين ألف وخمسمية فالسوق ما كاش كي هذا يغلق والفلاح يغلق يزير سوق بورسة هكذا بصحت كمؤسسة عمومية حطيت البطاطا مع الفلاحين واليوم شت السوق خنق يا أخو طبع كمية هايلا من الكمية للسوق مش ديرتا وزن حلال دولة لا درت هذه المؤسسسات هذه الديوان يا أخي هذا هو الدور نلاحظ فروقات في الأسعار بين ربما المحلات والتجار أو متسمونهم التجار الفوضويين تجار الذين يبيعون المواد في الشاحنات كي أن هناك دائما فرق بين 20 دينار 15 دينار في كل مدى شوف أولا أصحاب المحلات يقتنون من تجمليه عندهم مدسي دي كليون سيليكسيوني هذو اللي بيعوا في طلك ميجيبوش حاجة حاجة معينة لحساب القدرة الشرائية المواطن هكذا نعم نحن قال البطاطا كانت تلتالف وكانت الفين وخمسمية وكانت عرب علاف وكانت تجي واحد محل في الحومة هذي مرحش يجيب البطاطا تطراب هذي كتفها هذي كعنده مشتري يختصم بيها ويقري المحل تاعه في بلدية منائية مليون هنا يقري 10 ملايين الترانسبور كما قال لك خلص الخدامين في السقوب يخرجوا للسلعة المكاس غالي تكاليف باهرة وفي كل صندوق يلقى حبات خمجين ولا ثلاث حبات يلقى هذي يلقى وش وش حيصة وزير وزير الفلاحة عبد السلام شلغوم قبل أيام كان ربما أيد أو أثنى بطريقة غير مباشرة على هؤلاء التجار الذين تسمونهم أنتم بالفوضويين وقال بلأنه هو شخصيا يشريم الكرارس يعني في البرة لو تسمح لي أنه شاهد هذه التصريحات لوزير الفلاحة قبل أيام خلال زيارته لولاية تيب بازل نتعى الانتاج تعذرك اللي انتر 35 و50 دينار سلون الريجيون ونزيد نعط كمني نشير البطاطا أنا بسوفان جاشة لابوم دوتار من الكرارس من الكرارس ندك ترك الروح وذو كاتسي بها لشماء انتر شراغ وعين بنيا كيف نعم سيد مصطفى عشان كنت تستمع لحول وزير الفلاحة لكنه يتحدث يعني بصفة رسمية وزير الفلاحة هو النسؤ الأول عن خطال فلاحة بسأنا نقول لك هذو الناس اللي رمي بيعوا البطاطا بكارون دينار ولا ترون سين دينار هذو دينار هذو يدخلوا السوق الجملة يشرو يروحوا عند الفلاحين يشرو هكذا عنده شاحينة ربما المستهلك لا يهمه كل هذا المستهلك يهمه جيبه يعني يهمه السعر لما يجد البطاطا بخمسة وثلاثين دينار ويجدها في محل آخر بثمانين دينار يتوجه مباشرة بطريقة هذا ما كاسم منها البطاطا بخمسة وثمانين دينار الوزير كان يتحدث الوزير قال يا أخي ما عليش أنا مشيتش البطاطا بخمسة وثلاثين دينار وثمانين دينار عندها غير مشتلة هنا اللي بدت هذه البطاطا اللغة هذه غير مي قبل شتاك أنت عندي الفلاح البطاطا خمسة وثلاثين دينار في السوق ما فتتش خمسة وربعين دينار وربعين دينار في المحلات ما فتتش خمسين دينار نا ضكي لا سراء نقص الإنتاج ولا سراء خالل عادي عادي يطلع وعلى الفلاح يباع عامين ويباع البطاطا بالخسارة كش واحد راح راح يقرب علىه في دار وقال له كيف الخسارة تتعك حقه بيربح خاطرها في حياته نا دوله جيك فلاح يحقه بيربح إلا يخسر عامين يجيك يتيف والعام الثالث يبيع البطاطا بثلاثة وخمسمية ولا بربعين ونقول له وعلا يتسمى الفلاحين هذو ينقصرهم واحد ما زي تخدم المنتوج هذا البطاطا والأفلاح شكرا جزيلا تصريحات الوزير هلأ يعني هي منطقية شوف هي منطقية أنا والله عجبتني على بلك علىها هي تكسر مقاومة الاحتكار والاستغلال يقول بلي البطاطا وصفة 35 يقول أنا شخصي نشري من الكراس هذه تصريحات يعني وزير تصريحات يعني مصدر رسمي لأن كأستاذ في الجامعة نروح نشري من عند الكراس لأن البطاطا من غير المعقول نشريها ما تكثرش وبتكلفة بلها مش تربح ما توصل 35 و 40 دينار ما نقدرش نشريها من عند الانتهاز اللي يقاوم والاحتكار اللي يحتكر ويستغل هذه الظروف هذه ويحب كما قال لك يعوض الخسارة تاعو في بسنوات هذه على ظهر شكونا على ظهر المواطن كين برامج دارتهم الدولة الحمد لله تع تأمين على ما نوصل على ما نوصل نديروش ثقافة تأمين نخلي تأمين الفلاحين باش ما يكون اي خسارة ولا يكون برامج عدة دارتها الدولة وسترتها فقط لناقص وشي هو ان نوجه الفلاح نعطيولو وكذلك وكان آخرين الفلاحين ما وش فلاحين دوخالاء هم اللي يحتكروا السوق هم اللي دخلوا السوق هم اللي اعطوا هم اللي دخلوا اللي دخلوا بالتربية وضامير غير انتهازي استغلوا السوق حكموا الكميات واستغلوا الكميات هاولو صحاب كما قال لك صحاب الكرار سيروحوا عند الفلاحين مباشرة وشريب عندهم هذه المادة البطاطا ويتباع ب35 و40 دينار وصح وانا شفتها في ترك بوشاوي ب35 و40 دينار يعني في وقت اللي كان فيه التاجر في المحل يبيع 800 دينار كانت 150 دينار والتاجر لا يقدرش يبيع بهذا السعر هذا التاجر يبيع بالسعر التاجر أولا عنده ديفري عنده ضرائب وكذلك عنده كين بعض الناس تغلت الكميات شرات الكميات كبيرة شرات البطاطا ما تقدرش تبيحها بالسعر هذا لأنه لا يخذ خل يقول لك أنا نروح أنا ننفيستي في البطاطا مليار وزوز ملايار نسي ننفيستي مليار وزوز ملايار نشريها مليار باش نروح ندي أنا فإذا تعفي مليار ندي عشرين مليون بالعكس يدي خرج مليار يجيب نص خمسمائة مليون هذه حقيقة موجودة معناها أستاذ المشكلة هنا في المستهلك وليس في التاجر إذا كانت ربما أماكن تبيع البطاطا بخمسة وثلاثين دينار وفي المحلات بخمسة وثمانين دينار ثم تجد بعض المستهلك أو الكثير من المستهلك يذهبون للمحلات لاغتناء البطاطا من المحل ويتركون أصحاب ربما الشاحنات أو التجار الذين يطلقوا عليهم بالفوضويين المشكلة هنا في المستهلك ربما ليست لديه ثقافة استهلاكية لازمة للحد من هذا الجشع كان هنا جانبين كان إيجابة بالمستهلك المستهلك صحي يروح صحي هذا الكرار لا يوجد في كل مكان لا يوجد لديهم مشكل مع الشرطة مع الفوضويين هذا حل فقط من أن يرى هذا صحاب الكرار يرى أن المستهلك يرى أسعار مرتفعة هوامش ربح بين الفلاح وبين الأخر تصل للنص لنص ينقص ونقص هذه المضاربة هذه ممكن أنهم دخلوا بصحة الدخول تحهم غير قانون وغير شرعي بصحة الجانب السلبي الذي يقع على المواطن كذلك أنه صح لا يوجد ثاق فهذا المواطن يرى لدينا قصبي كبير خاصة أنه يجينا على رمضان ونرى كميات الخبز التي تطرم كل يوم كميات الأكل التي تطرم صح هذا لم يكن لنه لم يكن ذلك نرى في التلفزيون كيف كان بكري حص خاصة على المستهلك كيف نقوم بلغة المنظمة حماية المستهلك لا يمكن توصل للميديا هم أين دوركم أنتم كجمعية حماية المستهلك الكثير من الجمعيات في العديد من الدول تقوم بتوعية المستهلك مثلا كما حدث في مصر كما حدث في الأرجنتين في حملة مقاطعة اللحم ومقاطعة البيض بعدما شهدت أسعارها طفرة كبيرة أنتم كجمعية حماية المستهلك لماذا المواطن الجزائري أو المستيك الجزائري لا زال يشتري البيض وهو ربما سعره 15 دينارا لا زال يشتري الثوم وسعره فاق 160 دينارا لا زال يشتري البطاطا وسعرها فاق 80 دينارا أين أنتم أين دوركم لربما توعية المستهلك الجزائري شوف المنظمة الجزائرية لحمية الرشاة المستهلك شوف درنا اتفاقيات مع عدة متعاملين في الهاتف النقال درنا مع أوريدو درنا رقم 3310 لتبليغ على أي تجاوزات يقوم بها خاصة للتجار وليس التجار غير شرعيين نتكلم عن التجار غير شرعيين هذه كاسياسات فقط التبليغية التبليغ عند المواطن هو الحلقة الأساسية أنا ذلك أريد أن نشكي بهذا التاجر الذي يخرب لجيبي نعطيها تعبير أنه يخرب جيبي كما نشكي به يتضعف أو يتعظم الربح ويزيد التاجر لحظاه ويزيد العدوى تنتقل نرى صدفة لديه تاجر سوري دخلت عنده الحليب الحليب تعده ولاد وزاد له 20 دينار على واش كنت نشري له الحليب بعادي نشري ببط بكارونسيس وزاد له دينار لجل سعر ونخفض رحت عنده قلت له جاري أو يبيع فيه كانون تويت قلت له أنت يا ركا عندك هم شري بحمام قال لي معناها العدوى سوري جاي من قلت له هذا حرام لدينا عيب صح بصح هجار أو يبيع فيه ووحد ما بلغ ووحد ما قال بلي راه وما كان ثقافة التبليغ مغير موجودة عند المواطن هذه هي المظمة ديما فتحنا أول قنوات وشي الاتصالات باش نبلغ لأن إذا ما بلغ يقول لك لك كان جانب إحنا رأنا نتحكم إحنا قلنا بلغ وكان سميد نعم وروحوا سميد على ربوع الوطن إلا بعض الماركات اللي ما بغت تدخل في الصف صحي يروح الماركات تقريبا جل الماركات وراه يدخل في الصف والسميد واللي يبيع يتباع بسعر المقنن اللي هو 100,000 حنا رأنا كام مادة واحدة برك ودرنا عليها حملة كون المنظمات كامل اللي تدخل تلاعب فيها التبليغ كان في كل موديلية التجارة عن المساوى الوطن وكان بالصور وكان بالإشهار بهم وكان الشكاوي على بك جميع الماركات إلى بعض الماركات دخلت في الصف وتباع سميد وعندك هاو تاجر قل وش حال راوي دير سميد ودخل لك أولا همش ربح أولا ميت شكرا أستاذ رياد سنعود ربما لنستفيد في هذه النقطة وخاصة الدور الرقابي لوزارة التجارة لكن قبل ذلك نشاهد هذا التقرير الذي أعدته لنا الزميل الزهورسيني ثم نعود الحكومة الجزائرية ورغم مساعها وشعراتها المنادية ككل مرة لحماية طبقة الهشة في المجتمع إلا أن الجبهة الاجتماعية في الفترة الأخيرة تشهد حالة من الإنفلات في أسعار المواد الأساسية تهاوي القدرة الشرائية للمواطن الجزائرية اليوم جاءت نتيجة حلقة اقتصادية مفرغة تحددها عوامل عدة أهمها قانون المالية لسنة 2017 وبما يحمله من كل الزيادات الجزائر وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الرهنة التي يسيرها انخفاض محسوس في قيمة الدينار في الأجور الغير مرتبط بمعدل التنبيع أثر بطريقة مباشرة على جيوب المستهلك في الثلاث سنوات الآخرة أو في الخمس سنوات الآخرة الدينار فقد من قيمته الكثير معناتها حتى بعض الخبر يقول على الأقل 30-40% من قيمة تعو إذن مدام الدينار أو العملة الوطنية انخفضت قيمتها فبتأكيد أن كل المنتوجات المستوردة وكذلك كل المنتوجات المصنعة محليا اعتمادا على مواد أولية مستوردة سترتفع أسعارها بالتأكيد هذا لا شك أنه يأثر على القدرة الشرائية نحن عندنا المنظومة الاقتصادية في الجزائر لا تربط الأجور بمعدل تنمية وإنما زيادة الأجور نقدر نقولها بني أوسين هي نتيجة لحركات مطلبية إذن هنا إذا كان ومعلوم أنها في الاقتصاد وفي المنظومات كاملة على الأجور إذا لم تكن الأجور مرتبطة بمعدل تنمية معناه تنتظر إذا ارتفع معدل تنمية تزيد الأجور إذا لم يرتفع معدل تنمية الأجور لازم توقف ما تزيج إذا لم يكن هذا سيؤدي إلى التضخم أكثر من 70% من إمكانية الجزائر غير مستغلة الحكومة ومنذ عقود تسعاد إيمان لشراء السلم الاجتماعية بتشجيع الاستراد ودعم المواد الأساسية دون التفكير في التوجه في بناء قاعدة اقتصادية أساسية تحفظ الأمن الغذائي على المدى الطويل إنتاج ضعيف وهو ما تعانيه الدولة في كل القطاعات ما يؤثر سلبا على قانون العرض والطلب واحتكار الأسواق حضية المضاربة المضاربة هي موجودة للأسف الشديد والاستقلال والاحتكار انتع الأسواق كي الناس يعني كبار يعني اللي راهم يخدموا في هذا المجال الوساطة راها ما زالت موجودة عندنا للأسف الشديد يعني يدخلوا كي يكون هناك اختلال في العرض والطلب يدخلوا هذا الوساطة هدو ويحتكروا الصلاح هذا التأكل السريع لاحتياطة العملة الصعبة للخزنة العمومية وفي ظل غياب ثقافة ترشيد نفقات سواء بالنسبة للحكومة أو المستهلك يبقى الاقتصاد الوطني على المحق أهلا بكم مشاهدين من جديد سيدة مصطفى عشور هل ترى فعلا أن الحكومة قد قامت بدورها يعني ربما للحد من ظاهرة غلاء الأسعار التي طالما تستشري في المجتمع الجزائري الحكومة قامت بالدور تحتها بساعد دور تحتها ماكملش حنا كي بنين أسواق مغطات في كل بلدية وغالقينهم محلة رئيس غالقينهم لماذا المحلات والأسواق هل تكون منافسة لدخل الأسواق هذا عليه حنا كنا بكري نخرموا لمارش أبدو مادير لمارش أبدو مادير رحوا نبيعوا كينا منافسة الناس قاد جيب الشاحينة واحد يقول 3 كيلو 20 واحد يقول 3 كيلو 4 كيلو واحد يبقى لب 15 كينا منافسة عمروا الأسواق نحو وهذا التاجر هذا اللي راح فوضا ويناهضوا عليه نأهله ديلو سيخلص لكازنوس يخلص لإزام بتاعه خلص المحل هذا المرشية مغلوقين 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 كيف يحصل محل على رئيس مبقى حانو يصلح المرشية بناهم مغطات في كل بلدية سوق مغطة للتجزيئة مغلوقين عليها الدولة صرفت أموال طائل والناس تبيع في الشوارع يخذوا جزائرين ولدهم يا أخي هذور أصل بلدية مقدوش يسرب هلما الحال لا تسرب بهم تسرب يوم الدولة لنقبض في الشارع نحن 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 تخدم هنا وعندك ديلي تخدم سي مو تخدم كوارتك ديلي كوميرس تخلص دريبة المينيما خطر هذين 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 قوترا أسمحلي هذين هذين قوترا قوترا هذين كازنوس نحن 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 ألاف الملايين دخلنهم للدولة نحن ترون أن الحكومة لو قامت ربما بتهيئة أو توفير أسواق منظمة أسواق مغطاة لامتصاص هؤلاء التجار الفوضويين ترون أن ربما سيكون هناك استقرار في أسعار غالبية المويد الاستهلاكية الواسعة الانتشاف تنظيم يبدأ من القاعدة حتى القمة تنظيم يبدأ من الفلاح للسوق الجملة للتجزيئة يكون الفلاح منظم ويجي بالمنتوج لا ينبعش سير لبيتر وفوة ولكاتف والمضاربين كما كان يقول الخويا سمعت لا ينبعش بهذه الفلاح عنده المونداتير يتعامل معهم يجي المنتوج السوق الجملة بوسا بوسا لدينا أربعة كاتبوس بار جور ماشي بوتسا وعدة صباحا نبيع بسومة ثمانيا نبيع بسومة حزبوا على الكاز اللي بعتهم لهم بعتهم لهم بعتهم لهم تشينة بسبعة ألاف وبعتهم لهم بخمسة ألاف وبقوا عصنا دقاروك ليمشي شابين وليشوية بيحملوا بربعة ألاف خمسمين بخمسة ألاف ومن بعد كنا كنت في اللاح يقول يجيب سوق الجملة يبيع وتكيل لتراسبيلتي كنا ندير ندير لفاكتير على ما ندير لفاكتير لفاكتير حنا نصور مليون فرنار ونطيل دولة ميتين الفرنار أنا باهمني نطيل العشية نديروا البنشوش لتعلم بيرو دنبو في الصق ونقولوا هيك ندير لحمك اليوم ما تستنين لاش حال لا تتشعر سيد رياد جدار كيف تقيمون أنتم على مستوى الجمعية ربما حملت المدهمة التي قامت بها مؤخرا وزارة التجارة على غرف التبريد والله ثمنها صح كانت مدير التجارة خاصة بعد ما ترأسها الوزير بالنيابة نتتبون كانت تغييرات نلمس ببعض التغييرات خاصة على مديرية التجارة صح مديرية التجارة لازم نشوف لازم حتى مديرية التجارة لازم نشوف بعض هيا راهي قاعدة مطاف الآن صح هل ترى أنه حملات ظرفية هذي خايفين منها نشوف المدة الزمنية الأيام هذه تعالغ ومعند تدخل الصيف لا لا شوف نقول مديرية كما قال القدرة الشرائية مديرية التجارة يعملوا فيها أعوان تجارة أعوان تجارة يدي ثلاث من الشهر ومديرية يروح يراقب الكتاب ومافيا ويحوس علي ويلقاه ويقول لك وين هو لا تسلح معادلة غير منطقية الدولة صح دارت برامج الحمد لله برامج عدة بالنسبة للرقابة ربما الرقابة الدور الرقابي لوزارة التجارة يعني هل تقوم وزارة التجارة بدورها الكافي يعني أنا أقصد هنا يعني الدور الرقابي شوف الدور الرقابي موجود كاين برامج موجودة الحمد لله لدينا برامج ما يقدرش يخرج منها حتى واحد بالصحي لابلك إذا ما نحميوش الأعوان تاعة الغش وتاعة التجارة وتاعة الضرائب ما نحميوهمش ومنع تقول لهمش حماية على كل المستويات كذلك كما قال لك لتراسيبيريتي تاعة المنتوج نعرف كشحال الكمية نوجه كما البرنامج لدر وزارة الفلاحة ونزيد اللي وهو وجه وكذلك نتبعه بالمراقبة والكميات نعرف كشحال الكميات الموجودة في الأسواق الجملة شحال رحو يبيع بالفوتار هذا وين يغضي نوضعه برنامج مبني على تخطيط طويل المادة أنا يضركها كما نخلك شحال نعرف الأسواق تعيش حال تجيب لي في أفريد شحال توجد لي في ماء شحال يوجد لي في له هذي طويل المادة منصر الأشهر فقط نصر السنوات استشرافية هذه ما كانتش ورحت وزارة الاقتصاد اللي موج لازم يكون إذا مشركناش اقتصاديقين ما وزناش خبارات في الاختصاد ما تبقاش كما وزارة تعليم العالي والبحث العلمي صبح الأستاذ يعمل يقرر يدرس نظار يروح ما عندوش حتيكك أربوح يا أستاذ عطينا برامجتائك عطينا لفوتك كم ونظمة حماية المستالك ورحت لبرامجتائكم ربما الوقت يدهمون قليلا أستاذ عاشور لو رجعتوا إليك ربما باختصار شديد لو سمحت أهم الاقتراحات التي تقدمونها أنتم على مستوى الاتحاد ربما لعودة استقاء أسعار لمواد الاستهلاكية باختصار شديد لو سمحت أنا باختصار شديد نقول لك شوفي لما نظمناش الفلاحين ما نظمناش أسواق الجملة ما نظمناش أسواق التدزيئة ما دلناش لا فاكتير وما نحيناش المضاربين لدخل أسواق الجملة اللي رام يجو بيعوا وحدهم سيدة يقول قانون ومراقبين تأوزات الدجارة يطبقوا القانون أنا أقول لك دور ونظروا في بوفيري وفي بوغورة وتشوف المضاربين 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 اللي يبيعون بالشاحين لتدخل الصوق وهذا يتراقب المربع الفاتورة هذي هذي جيب لي شكو نجيب لك السلعة اللي من بعدها والأخر حتى واحد ما يهدر بالمقابل اختشار غير محمي أنا أنا الفلاح ونقول الواطني اسمك باندي كلاريك ويجي لي شد علي واطني اسمك باندي كلاريك نحبط تدي وضعه واحد ما يجي لي سيد رياض أهم الاختراحات اختصار شديد المواد الأساسية لازم لازم تكون عندها تسقي فهم ش الربح ما تروح الاختصاد ما يروح المضاربة كينا حاجة أخرى لتعامل بالفاتورة لازم يكون من الأساسية كما قال لك الرقام لازم نعطيه حاجة أخرى للمستهلك حتى هو لازم تربيط الضامير الإنسان لازم نربيه الإنسان نربيه كيف يستهلك كينا مواد أساسية ما يروح خاصة تخزين عند المستهلك لازم نعطيه الثقافة هذه نبنيه الثقة باش نقول له باش نبنيه برامج طويل للمجدان نعطيه لنجدر ندير وزارة الفلاحة شهر نقول له شهر ثان ثلاث هاو كان موجود المنتج باش نعطيه للمستهلك كذلك ثقة باش ميخزن وكذلك تاجر الجملة تاجر التزيئة باش باش بيكون هذه الثقة المبنية ومبنية على أساس مقويمات شكرا جزيلا نعم اختصار شديد للمستهلك لفيت رمضان ليلة رمضان نهار قبل رمضان ولا يومين ولا يوم رمضان ولا للسوق اللي تطل الحم ولا جاجة هذه ثقافة المستهلك ربما ربما تحشي شربة ولكن مقروف شغ دبش أمد يجب ربما صار لزام سيد مصطفى عاشور ممثل عن اتحاد العام للتجار الحرفيين شكرا جزيلا لك لإطراء عن الموضوع شكرا أيضا لك سيد رياد ممثل عن منظمة جزائرية حماية وإرشاد لمستهلك شكرا موصول لكم أيضا مشاهدنا الكرام قبل أن نختتم هذا العدد سنستعرض لكم جدول أن يعرض أهم الأسعار التي ميزت الخضر هذا الأسبوع إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة